السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درس جديد إذا كنتوا المرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد البعض يتابع القناة لكن ينسى يشترك بالقناة قبل متابعة الفيديو انتبه إذا ضغط على زر الاشتراك وانفعل زر الجرس ليصلك كل يوم فيديو جديد بإذن الله نتكلم في هذا الفيديو عن استخدام A few of a little of each of A few of بضع من A little of قليل من Each of كل من تابع معي نهاية الفيديو هناك الكثير من المعلومات التي يجب معرفتها في اللغة الإنجليزية لإستطيع أن تكتب وتتحدث باللغة الإنجليزية بشكل سهل وسريع كمان أعلم Many Many Much Many العديد Much الكثير أخذناها فيديو سابق اللي حيب يرجع عليها تكلمها بشكل مفصل عن Many of Much of أيضا تكلم عن how many أو أيضا how much Many عديد تأتي مع الكاؤونتبل كاؤونتبل نونز Much تأتي مع الكاؤونتبل نونز يعني الأسماء الغير معدودة المعدودة التي نأخذ منها عدد مثل عندنا car two cars three cars four cars وهكذا Much الغير معدود مثل عندنا much money much milk much oil وهكذا إذن الأشياء التي نأخذ منها كمية إذن نسميها غير معدود many عديد a few بضاء إذن many عديد كمية كبيرة لكن a few not much أو not many ليس كثير إذن a few of many التصغير منها a few of much هو التصغير منها a little of much of كثير من لما نقول كمية قليلة a little of a little of إذن قليل من each of بمعنى كل إذن many تأتي مع الأسماء المعدودة أيضا a few مع الcountable nouns الأسماء المعدودة much مع الuncountable أسماء غير معدودة إذن a little تأتي مع الأسماء الغير معدودة نأخذ منهم كمية إذن a few of بمعنى بضاء من نعرف some بعض a few of بضاء من مع الأسماء التي نأخذ منها numbers إذن عدد a little of مع الكلمات أو الأسماء التي نأخذ منها amount كمية من نتحدث عنها بشكل مفصل راح تشوف سهل كثير استخدامها a few of a little of هي نفسنا بمعنى some إذن some بعض a few of بضاء يعني not a lot ليس كثير من not much إذن ليس كثير I've only had a few driving lessons لاحظ كلمة lessons دروس هذه الكلمة تكون countable إذن اسم معدود plural إذن بحالة الجمع إذن نستخدم مع a few نقول a few lessons إذن نحدد ما نوع هذه الدروس driving lessons إذن دروس تعليم قيادة a few driving lessons إذن دروس قيادة وكلمة a few بضاء إذن بضاء دروس من القيادة يعني دروس قليلة I've only had إذن لقد تعلمت فقط إذن بضاء دروس قيادة I've هي اختصار لI have اللحظ only وضعتها بعد have وقبل had إذن بين have وهاد وضعت only هي اختصار كما قلنا I've اختصار لI have زمن الجملة هذه present perfect إذن مضارع time have وعدنا had بالتصريف الثالث استخدمنا a few إذن قبل countable plural noun الاسم المعدود حالة الجمع لحظة الجملة I need a little time to get ready إذن أحتاج وقت قليل لأتجهز أو لأكون جهز لاحظ little استخدمنا قبل كلمة time time uncountable uncountable noun اسم غير معدود إذن time uncountable noun اسم غير معدود وضعنا قبل a little a little فقط نستخدمها قبل الاسم الغير معدود لن نقول a few time هذا خطأ a little time to get ready إذن a few مع countable اسم المعدود a little مع اسم uncountable غير معدود إذن we can use a few a little in front of أمام objective pronouns ضمار بحالة objective يعني بحالة المفعول به and possessive pronouns ضمار بحالة المركية كمان عنو الضمار بحالة الفاعل I he she it we you they هالضمار بحالة الفاعل عندنا a few a little نستخدمها قبل عندنا I تصبح me يجب حفظهم he him she hair it us you them إذن يجب معرفة هذه الضمار بحالة المفعول به قبل يأتي a little of a few of me him hair it us you them يأتي هذه الكلمتين قبل هم ضمار بحالة الملكية مثلا عندنا my his hair its our your and their إذن ضمار بحالة الملكية عندنا my his hair its our your there الحب يرجع الضمار شكل مفصل ما وجود على القناة ضمار بحالة الملكية وضمار بحالة المفعول به تأتي a few of a little of قبل ضمار بحالة الملكية بحالة المفعول به إذن يجب معرفة الضمار بشكل بصم إذن I had met a few of them before يعني لقد قابلت بضع منهم من قبل اللاحظ a few of استخدمتها قبل الضمير them بحالة المفعول به جاي من كلمة they بحالة الفاعل الضمير they بحالة الفاعل them بحالة المفعول به لا أقول a few of they هذا خطأ a few of them ضمير بحالة الobject إذن I had met a few of them before لقد قابلت بضع منهم من قبل a few of my friends have gone on a trip بضع من أصدقائي اللاحظ بعد a few of استخدمنا my my حالة الملكية لا نقول a few of I friends إذن استخدم my ضمير بحالة الملكية a few of my friends have gone on a trip يال بضع من أصدقائي قد ذهب برحلة دائنوا عند الفعل بترجمة have gone لقد ذهب بضع من أصدقائي برحلة إذن استخدم a few of a little of قبل الضمار بحالة المفعول به وضمار بحالة الملكية إنت هذه الجملة we could spend a little of the class money on charity يعني يمكن أن نصرف قليل من the class money يعني نقود الصف أو صفية on charity charity يعني عمال الخيرية إذن استخدم a lot of the class money ممكن شخص يقول class معدود لكن class جاءت هنا بمحل صفة لكن عدنا a little of money القليل من النقود نقود من the class money إذن class جاءت صفة the class money إذن نقود الصفية on charity على العمال الخيرية each of each بمعنى كل بمعنى تستخدم عند التحدث عنهم بشكل منفصل ليس مجتمعين مع بعض إذن بشكل منفصل كل أحد منهم each driver was stopped for a serious traffic offense لاحظ each يعني كل driver ساق was stopped يعني أوقف for a serious traffic offense offense جنحة أو جريمة traffic جريمة مرورية إذن خطيرة each driver اللحظ كل ساق استخدم بعدها was إذن each يأتي بعد الفعل بحالة المفرد إذن بحالة المفرد لا نقول each driver where إذن each تعامل معاملة المفرد ويأتي بعدها الفعل بصيغة المفرد اللحظ each of تأتي قبل الضمار بحالة object المفعول به كما قلنا me him here it you them us إذن قبلها تأتي each each of تأتي قبل الضمار بحالة الملكية مثل my his here its our your there إذن أيضا يجب أن نحفظهم وأيضا تأتي قبل الإسماء الجمعية لكن نستخدم بعدها الفعل بحالة المفرد لاحظ each of the teams لن نقول have إذن استخدم هذا بحالة مفرد حتى لو كان teams بحالة الجمع لكن each تعامل معاملة الشرطة إذن by the police نحف هذه الجملة past passive يعني مبني المجهول بحالة الماضي البسيط each of us نحف us بحالة الجمع لكن was استخدم مع each إذن دائما each نعمل معاملة المفرد واستخدم each of قبل الضمار بحالة المفعول به each of us was questioned by the police عدنا دروس مفصل عن المبني المجهول موجود على القناة مع كل الأزمة الحب يرجع عليها يكتب قائمة تشغيل الأزمة موجودة هذه الدروس عن المبني المجهول each of her friends brought her a birthday present أحضرت كل صديقة من صديقاتها هدية عيد ميلاد إذن each of her friends brought each of the teams has its own ball to practice with كل فريق لديه كرته الخاصة لاحظ its own ball to practice with لي تدربوا بها إذن استخدمنا each of قبل الاسم الجمعي plural noun لكن استخدمنا الفعل بحالة المفرد أيضا each of her friends استخدمنا ضمير بحالة الملكية here مثلا each of my friend each of his friend وهكذا each of us جميعنا أيضا نستخدمه ضمير بحالة المفعول به ننتبه each كما قلنا من معنى كل وتأتي قبل ضمير بحالة مفعول به وضمير بحالة الملكية والاسماء الجمعية لكنه عملها معاملة المفرد إذن عملها معاملة المفرد يعني الفعل يكون بحالة المفرد وليس الجمع بهذا الشكل النهائي ندرسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن استخدام a little of a few of each of من المهم جدا التدرب على هذه الكلمات واستخدامها بشكل الصحيح في اللغة الإنجليزية لتتمكن من استخدامهم باللغة المحكية والمكتوبة بشكل سهل وبسيط أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع عليك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته